أنت تشاهد هذا الفيديو يعني أنك محب للزراعة والنباتات النبات أكثر مشكلة تسبب له المشاكل هي التربة السيئة لذلك ننصحكم دائما باستعمال خليط تربة مناسب تتوفر فيه ثلاث صفات غني بالمادة العضوية يتميز بالمسامية وجيد التهوية خفيف وعضوي له القدرة على الاحتفاظ بالماء لذلك أصدقائي أحببت اليوم أن أعرفكم بأقوى البيئات الزراعية التي يمكنك الزراعة فيها وهو هذا القالب المضغوط الذي ينتفق عندما نصب عليه الماء أتحدث طبعا عن الكوكوبيت ببساطة هو بنية زراعية مصدرها فاكهة جوز الهند وبالضبط قشرتها إذن هذه البيئة هي عبارة عن ألياف جوز الهند وهكذا تباع في الأسواق والمشاتل يعني مضغوطة قد يبدو شكلها مشابه للبيتموس لكن الفرق الذي يجعلني أختار الكوكوبيت هو أنه متعادل فلا هو بالحمد ولا هو بالقاعد بعكس البيتموس وعن أعرف أنه حمد ميزة أخرى رائعة أن له القدرة أو له قدرة عالية على الاحتفاظ بالماء وخفيف الوزن ويساعد التربة على الحفاظ على توازنها المناسب لنمو جيد للنبات ميزة أخرى رائعة أن للكوكوبيت القدرة على الاحتفاظ بالماء وهذا معناه التقليل من وثيرة الري الكوكوبيت أيضا أصدقائي خفيف الوزن يحسن تهوية التربة بفعل تركيبة هذه المادة والتي تسمح بتدفق الهواء عبر مساماتها وهذا يعني تحسين دورة الأكسجين في التربة لم نتهي بعد من مزايا هذه البيئة الزراعية هذه البيئة أصدقائي تحتوي على العديد من المواد العضوية المغدية التي يحتاجها النبات لهذا السبب يمكنك الزراعة فيها لوحدها أي كتربة زراعية مستقلة كما يمكنك أيضا استخدامها في خلطة التربة ومزجها مع التربة العادية لتحسين تهويتها أما إذا كنت تمارس الزراع المائية فالكوكوبيت اختيار رائع خالي من البكتيريا والجراثيم الفطرية خالي من المواد الكيميائية منخفض الملوحة لا يحتوي على أعشاب ضارة المشكلة أصدقائي في هذه المادة أنها ما زالت لحد الآن مرتفعة الثمن شيئا ما كما قلت أحببت أن أعرفكم بهذا الوسط الزراعي الرائح وهو متوفر في المشاتل وأنصحكم بالسعمال دومتم في صحة وعافية لا تنسوا أن تدعموا أخوكم توفيق إلى اللقاء